هنا بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء يتم الإشراف على مشروع إنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية هذه المنصة تهدف أساسا إلى تبسيط ورقملة كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولة وتحسين مناخ الأعمال منصة متكاملة تستجيب الاحتياجات المستثمرين وارواد المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة المنصة الجديدة يتم تدبيرها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بشراكة مع وزارة العاد المديرية العامة للدرائب والسندوق الوطني الضمال الاجتماعي بإضافة إلى مديرية المطبعة الرسمية لحد الآن تم إعطاء انطلاقة المنصة بصفة نموذجية على المستوى الوطني على مستوى 7 مدن وتمكننا الحمد لله من إنشاء أكثر من 700 مقاولة 100% بطريقة إلكترونية فيما يخص الشق التقني فالمنصة الجديدة تأخذ بعيد الاعتبار المعايير الوطنية والدولية فيما يخص أمن وسلامة المعطيات في هذا الفضاء مثلا تجرى عملية استقبال الاتصالات وتوجيه مستعملي المنصة وفي إطار مواكبة مستعمليها قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنظيم مجموعة من الورشات من أجل التكوين واختبار المنصة لفائدة المهنيين وكذا تكوين فريق شاب مهمته إنجاح التدابير المتخذة بغرض تسهيل الولوج إلى المنصة وتمكين الاستفادة من جميع مكوناتها نذكر من بين هذا التدابير إنشاء مركز الاتصال الذي يوفر المعلومات اللازمة والمساعدة الكافية من أجل استكمال الإجراءات المتوفرة عبر المنصة هذا من جهة من جهة أخرى قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإرساء وتطوير تعاون مع الهيئات والمنظمات المهنية ويتعلق لأمر بالخبراء المحاسبين المحاسبين المعتمدين الموثقين والمحامين الهدف من هذا التعاون هو تمكين المهنيين من الاستعمال الفعال لمكونات المنصة منصة تم ربطها أيضا بنظام تدبير الشكايات بطريقة إلكترونية يخول لمستعملها إداع وتتبع الشكايات فيما يخص خدمات المنصة هذا وكان مجلس الحكومة قد وافق في الأوينة الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد شروط وإجراءات إحداث الشركات الإلكترونيا ودعمها قدمه وزير الصناعة والتجارة هدفه كما جاء على لسان الناتق الرسمي باسم الحكومة تحسين مناخ الاستثمار بالمملكة وزيادة القدرة التنافسية للشركات الوطنية ترجمة نانسي قنقر